نائب محمد أبو العنين طلع بيان حول مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة السيسي لحل الأزمة الليبية وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤوليته وضيقت الخناق على الإرهاب وأفشلت أطماع الكائنات الدعيمة له طلب أبو العنين يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بحياء المصار السياسي في ليبيا ودعم تشكيل مجلس رئاسي منتخب أبو العنين الاهتمام العالمي بإعلان القاهرة يمنحه زخما دبلوماسيا ووجوبا تنفيذيا أبو العنين إعلان القاهرة يسد بؤرة إرهاب قد تتجاوز أخطارها ليبيا أشهد النائب محمد أبو العنين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزم مستقبل وطن بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان القاهرة كمبادرة لحل الأزمة الليبية لإعلان وقف إطلاق النار والعمل على تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها قال أبو العنين أن مبادرة الرئيس حظيت باهتمام عالمي واسع وضعت خارطة طريقة دقيقة للخروج من الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار الأمن والسياسي لليبيا وشعبها الشقيق أكد أبو العنين أن بنود إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الحقيقية تجاه الأزمة وضيقت الخناق على الميليشيات الإرهابية والدولة الدعمة لها وأفشلت أطماع كينات دولية استهدفت أمن ليبيا واستقرارها وسعت للسيطرة على سرواتها تحت مسميات سياسية مطاطة يرفضها المجتمع الدولي ويستنكرها الشعب الليبي الشقيق قال أبو العنين أن الإشادة بإعلان القاهرة من جانب الخارجية الأمريكية والروسية والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات والأردن يمنح المبادرة زخما دبلوماسيا ويفرض على الكائنات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة المضي قدما نحو تنفيذ ما جاء بها حفاظا على حق الشعب الليبي في الحياة الكريمة والاستقرار الأمني المنشود قبل أن تختطفه أيادي الإرهاب الغاشم وأشار أبو العنين إلى أن مبادرة الرئيس تهدف إلى وقت بؤرة مشعة للإرهاب قد تتخطى أختاره الأراضي الليبية إلى أوروبا والعالم أجمع وهو ما يدعو المجتمع الدولي للتكاتف مع الرئيس عبدالفتاح السيس والأطراف الليبية لوقف إطلاق النار والامتسال لبنود إعلان القاهرة الرامي إلى عادة السيطرة للجيش الليبي على أراضيه وسحب الميليشيا المرتزقة وتحجيم الدور الخبيث لأطراف دولية تسعى لإشعال فتيل الفتنة في المنطقة طلب أبو العنين نظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بالإطلاع بدورهم تجاه الأزمة الليبية وفقا لما ورد في بنود إعلان القاهرة بدعم الدولة الليبية لاستعادة مؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المصار السياسي فضلا عن قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سيرة العملية الانتخابية نزاهة سيرة العملية الخاصة باختيار مرشحي للمجلس الرئاسي الذي نص عليه الإعلان النائب محمد أبو العنين عضو مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أيضا ترحب بإعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية للتأكيد والتأكيد على وحدة وسلامة أراضيها والعبور بها إلى بر الأمان كما تؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعمها للحل السياسي الذي طرحته المبادرة الليبية المنبسقة عن هذا الإعلان عن هذا الإعلان كما تؤكد التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أدعمها للحل السياسي الذي طرحته المبادرة الليبية المنبسقة عن هذا الإعلان وما تضمنته من مبادئ في استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها واستقرارها وتعتز تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين